خلينا أكمل عن أيضا أتكلم عن بولوس الرسول والشيء العجيب أنه هاي الشخصيات اللي بتكلم عنها كانت رافضة فكرة الصلب زي أي مسلم كان رافضة فكرة الصلب ولكن عندما امتلأوا من الروح القدس ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع راب إلا بالروح تغيرت حياتهم وأصبحوا شهود لصلب وقيامة يسوع المسيح شهادة بولوس الرسول وهنا أحبائي لاحظ يعني هذه الشهادة تعتبر واحدة من أعظم الشهادات ليه؟ احنا متكلم عن واحد كان اسمه شاول الترصوسة شاول كان فرسي كان متزمت كان متعصب جدا ولاحظ بكلماته هو قال إني كنت أطهد كنيسة الله بإفراط وأطلفها في غلاطي الإصحاح الأول في موضع آخر قال كنت مجدفا شو يعني مجدفا؟ يعني لا يؤمن بالمسيح فبالنسبة لبولوس أو شاول في جماعة اسم جماعة المسيحيين يؤمنون أن يسوع المسيح هو الله ولكن بالنسبة له الأغرب أن الله الذي اتخذ جسد مات على الصليب بالنسبة لعقلية شاول الترصوسة أن هذا ملعون لأنه ملعون كل من علق على خشبة بحسب سفر التثنية فإذن بولوس الرسول عم بحارب جماعة المسيحيين اللي فكرهم جماعة بدعة يؤمنون بالمسيح هو الله يؤمنون أن المسيح مات على الصليب والأعجب من هذا يؤمنون أن المسيح قام من الأموات وأنه حي وأنه ظهر للتلميذ وأنه بيعمل من خلال الكنيسة وطبعا كان عنده حقد كان عنده كراهية كان مجدف يعني كان ناكر لهذا الموضوع ناكر للفكرة من أساسها ولكن عندما تقابل مع يسوع المسيح يعتبر واحد من أعظم الكتاب الوحي في العهد الجديد اللي كتب يعني بإسهاب عن صلب وموت وقيامة يسوع المسيح أكثر ما كتب هو عن الصليب ومش بس حتى اللي بيخدموا معاه برسالة فليبي إصحاح ثلاثة في تلميذ كانوا معاه يؤمنون بالمسيح وكانوا بيخدموا الرب معاه ولكن لسبب ما تركوا المسيح سماهم لاحظ هذا التعبير أعداء الصليب فإذن كل من لا يؤمن بيسوع المسيح فهو عدو للمسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة